نحور نتحدث عن الأندية الأردنية في هذا الموضوع هناك دائما لبس فكيف تتحدث وكيف تحكم مع من قدم الشكوى ومعه حق ومن قدمت الشكوى عليه ومعه حق ومن عمل جمع اللجنة التأذيبية وقد يكون معه حق لا نستطيع أن نقول بأنه مخطئ لكن لا نعلم أين الإجابة على كل حال الوحدات تقدم شكوى للاتحاد الأردني لكرة القدم بدعوة إشراك لاعب فريق شباب العقبة في مباراتهم أمام الوحدات وهذا اللاعب هو محروم من اللاعب وبالتالي إذا كانت وجاء الحكم للوحدات فسيخصر العقبة وتأخذ الوحدات ثلاث نقاط ويخص العقبة لكن هنا نقف دقيقة ونتحدث بفحوى الشكوى الشكوى تقول بأن اللاعب يزن شوكة لاعب نادي شباب العقبة لعبة في مباراة الوحدات وشباب العقبة والتي تم التعادل فيها وبالتالي اللاعب كان محروما خرج ببطاقة حمراء وخشونة وبالتالي انحرم مباراته أمام معال ولعبة أمام الوحدات يجب أن يكون محروم طيب هذا الحرمان الثاني يجب أن يكون في قرار من اللجنة التأذبية حلو؟ اللجنة التأذبية متى اجتمعت اللي في الاتحاد اجتمعت يوم 19 يوم المباراة طلعوا القرار سلموا عقبة القرار يوم 24 يعني المباراة كانت في 9 9 بارات ربثة 9 العقبة 9 9 9-12 اجتمعوا في 19 ودوا القرار لا انت لسه كمان مبارات معاني لـ 14 يعني هم لسه لا اجتمعوا في 9 ولا بـ 14 خلوا الوضع لـ 19 طيب وين رحنا احنا طيب خلينا احنا خلينا نواقع الامور واضحة يعني احنا فيه دائما فيه ثلاث اطراف وفيه طرف اللي بيتحبن المسؤولية هلا بالنسبة للعقبة انا اتوقع انه لا له من قريب ولا بعيد العقبة الفريق صار فيه معاه طارد بالرمثة تم طبعا كارت احمر تبليغه انه اللعب اصلا فيه عندهم التاب السيسم بالنسبة للاتحاب ستودي انت التشكيله قبل 3-4 سات من الاندية اذا اللعب محروم انت ما بنزل عندك على التاب على التشكيله فهو ما نزل على معان هو محسن او جبله فهو يبين انه محروم بس اجت انبارات الوحدات ويجوا يبعتوا بتشكيله على التاب هذا المعطين والاتحاد ما كان اللعب محروم ونزل على التشكيله القصد انه شو دخل مثلا العقبة اللي اجت وقت اليوم الانبارة وهم بمجتمعين وجالهم القرار بعد 4-5 سام يوم الاحد اللي هو 24 الشهر ليش؟ يعني انا قصدي الوحدات بده يشكي او يحكي مثلا على الاتحاد على التأخير اللي صار بدل عشرة ايام يقعد ويأخذ الجلسة اجلها لـ 19 شهر لكن بالنسبة كطرف عقبي ما اتوقع انه هم سألوا طبعا قبل الانبارة بيوم قبل الانبارات الوحدات سألوا انه يزن شوكة في علم مشكلة قالوا له ما في مشكلة باش دخلوا على السيسم وودوا ونزلوا تشكيله انحط يزن انه مش مكتوب عليه محروم لانه السيسم هذا فيه لعب محروم ما بيقدر انت تنزل على التاق وتبعتهم فاتوقع الامور واضحة وحدات حقه طبعا انه بعرف انه هذا اللاعب محروم وسمع وخلال 48 ساعة قدم الشكوي انه هذا اللاعب محروم كيف لعب لكن اتوقع انه الحلمان سيكون الانبارات الفيصلي فالامور واضحة نعم انا بحطها على الصراحة على اللجنة التأذيبية باتحاد كل القدم انه عشرة ايام ما بتعشو ظروفهم من الصراحة لكن انك انت تأخر عشر ايام في حالة طرد ومعروف هي حالة الطرد شو هي كانت حالة الطرد انه فيها تدخل وتهور بمعنى انه لازم اللجنة تجتمع وتقرر بهذا الاساس انه انت فيها حتكون امبراء او امبرتين مع الغرامة اللي فرضوها يمكن 500 دينار فاتوقع انه الامور واضحة العقبة ما علي اي غبار الوحدات برضو كتابه صحيح لكن بالاول و بالاخر اللجنة التأذيبية هي اللي اتأخرت هي اللي اصدرت الكتاب هل اصبح اليوم الوحدات بقدم الشكوة مرة ثانية لللجنة التأذيبية للاتحاد وقدم لانه فعلا هذا اللاعب محروم لكن كعقبة ما اجعل الكتاب هل اصبح الخصم والحكم احنا متعودينيك دكتور كثير مصير طبعا هي مش حال اقول احنا كثير سنوات صارت دكتور الامور هاي لجنة التأذيبية يعني فيه كثير سنوات صلاح تأخير اللجنة التأذيبية عالميين عالميين لجنة التأذيبية هم قانونيين السادق قانونيين نعم اكثر من هم رياضيين اكثر من هم رياضيين عندهم واجب اجتماعهم متى هل هناك هل هناك سيستم لاجتماعات هاي هاي النظرة هاي النقطة اللي دكتور هي كل اسبوع لانه اذا في حالات مثل هاي تهور تدخل وبتتحكم فيها لجنة يجب ان تشتمح هذه اللجنة يعني تخيل اسبوعين اتأخرت دخلنا صراحة في موضوع في لبس الجزيرة اللي العبفون العقبي ما لهم علاقة الوحدات حقهم انه قدموا لكن صراحة اللي متأخر بالتعليمات الاتحاد يتحدث المستشهر القانوني النادي الوحدات بيقول لك مراجعة وجمع الانضارات وما الى ذلك وانه تعرف انه اللعب هذا رح يلعب او ما يلعب هذه من عمل اللي هو ادارة او مدير الفريق يجب ان يكون عارف اللي واقع هو القانون وعارف انه بما معنى حديثه انه اذا لاعب دخل خشن وطرد انه رح يأخذ فيما بعد قرار بالحرمان مباراة والمباراة الثانية وغرامة 500 دينار فرح يكون فانت يجب عليك تطبيق القانون لانه عليك ليس الاتحاد وليس اللجنة التأذيبية حسب حديث المستشار القانوني وبالتالي ايضا النقطة الثانية انه يعني لعب لعب لازم الوحدات ما قدم شكوى لازم يقع على عاطق الاتحاد الآن هو تطبيق القانون والمخالفات بانه تخسير العقبة حسب حديث مستشار القانوني اللي ناد الوحدات لانه ليش الوحدات يقدم شكوى هم انه حسب حديثه انه هو العقبة خالف الاتحاد المفروض بدون ما يقدم الوحدات شكوى لازم طلع قرار وخسر الوحدات هذا حديثه رأيك بحديثه بصورة سريعة بدون اخذ اتصال سبحان السيد مصطف وضح الامور فقرة 14 او بنت 14 1 اللي هو انه الادار الفريق هو اللي لازم يتابع الانذارات ويتابع كل الامور والفقرة الثانية اللي حكي عليها انه الاتحاد فعلا القرارة الفقرة انه ما الو اي علاقية حتى ما بتحمل اي خطأ يعني اللي بطلع بحل اللي بقولك الاتحاد لا 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 اللي اتحاد فيه هو مظبوط يعني شغلة الاحركين العقبة عليهم عليهم مشكلة تأخير الوقت عليهم مشكلة الوحدات قدم لانه هذا شي طبيعي حتى مشاركة يزن اخر 20 دقيقة دليل انه فيه تخوف ما لعب لبا اخر 20 دقيقة فقط نزل عن الانبراء يعني وإحنا كمان نسمينا من نادي العقبة انه قبل الانبراء انه سأل هل هو مثل ما اتفضل كتابة انه لو متصل وكذا بلغ انه ما عليه شيء اللعب لكن انا اتوقع انه فيه خلال واضح بالجانب الاداري للعقبة لانه لازم متابع اذا حديث الوحدات وحديث العقبة ان نظرنا الى حديث الوحدات فمحهم حق 100% وان نظرنا الى العقبة فردهم 100% ولواحد التالي ما بتقولك لا اللجنة التهديبية ولا الاتحاد اللو دخل عميل حق لو طلعنا على الموضوع من جميع انتجهات الوحدات مع حق لانه عرف انه فيه قراه للعب وكل التسلسل اللي تفضلوا فيه الاخ الكبارية المسؤول عن الشباب العقبة نفس الشي يعني هو بيحكي صح ويمكن انا حكيت نقطة انه انت بس تنزل التاب وتحط التشكيل قبل ما ترفع للاتحاد قبل ساعتين ثلاثة من الامبارة هيك الاندي وكمان الاتحاد عطال لانه ما عنده قرار لجنة تعديمية بس حطوا اسم حتى الاتحاد معه حق حتى بس حطوا اسم يزان مش الحال انا كل الخلاف هي عملية التأخير عشر ايام لو كل بعد نهاية جولة كان فيه اجتماع لو بسيط وياخذ كل حق حقه ما وصل للمرحلة وصار اللبس الكبير في هذه القضية نترك الموضوع فالموضوع منظور دائما في اوروقة الاتحاد عند اللجان المختصة في هذا الموضوع